طيب بكرة عندنا مباراة مهمة جدا لمباراة صعبة أمام السيراميكا كيليو باترا طبعا سيراميكا نتائجه السنة دي في الدوري نقدر نقولها في منتصف الجدول يعني حقق 3 انتصارات اتعادل مباراتين من أصل 9 لقاءات فمجمع حوالي 11 نقطة فنتائجه نقدر نقول فريس سيراميكا عامل نتائج تعتبر جيدة خلال هذا الموسم في أول 9 مباراة من الدور العام وبالتالي من هنا بتأتي صعوبة هذه المباراة وبصراحة وبأمانة كل مباراة الدور صعبة أيا كان حتى الترتيب يعني حتى اسموحة اللي كان متأخر في ترتيب الجدول وكان في المركز التراتاشر عارف يطلع بنتيجة إيجابية أمام الأهلي نفس الكلام لو بنتكلم على المقاونين العرب مثلا برضو في منتصف الجدول في أي لقاء الفترة الجاية هيعتبر لقاء صعب جدا سبق وقلت قبل كده في نفس المكان قبل أسبوعين وإحنا لسه بنبدأ استئناف الدوري بعد مباراة تكاس العالم وقلت وقتها اتعاملوا مع مباراة الدوري على أنها مباراة كؤوس وحاولوا قدر الإمكان ودي رسلت كانت للعيبة بشكل كبير أنك تتعاملوا على الدور الأول وكأن كل مباراة مش بسلس نقاط وكأنها مباراة كاس ارجعوا للذاكرة شوية كده قبل سنتين ثلاثة لما تولى ريني فايلر تدريب الأهلي الأهلي خلصت دوري من الدور الأول كل ما زاد فرق النقاط قدر الأهلي يقتل شكل المنافسة في المسابقة مبكرة وده المفروض اللي كان يحصل السنة دي من بدري جات لك فرص كتيرة لأنت تعمل ده ولكن الظروف ما كانتش كويسة في المباراة اللي فاتت فعندك فرصة من مباراة سيراميكا من الفترة اللي جاية لعبت الأهلي تحاول تسعيد جماهرها وتفرح جماهرها الفترة اللي جاية بحيث أن يكون استعداد جيد قبل الدخول في غمار منافسات كاس العالم للأندية لأن بعدها مباشرة هنتخش في زحمة مباراة دوري أبطال إفريقيا ودلوقتي أنت عندك يعني مسافة جيدة ما بين المباراة المحلية حتى لو الاتحاد المصري أو لجنة المسابقة ضغطة شوية المطشوات ودي حاجة غريبة شوية مطش الحد مطش الاربع مطش الاثنين مطش الاثنين الجاي مع بيرامدز بيرامدز لعب النهاردة في رايح يوم أكتر من الآلي ولكن أنت كمان هتيجي في فترة أطول بعد كده هتخش في معمارات مباراة دولية وإفريقيا فهيبقى ضغطة أكتر من اللي موجود دلوقتي ففرصتك أنك تحاول ما تفردش في أي نقطة خلال الفترة الحالية وأتمنى لعبة الأهلي وده أنا شفته قبل كده من جيل كان متعلق وجيل عظيم في فترة من 2005 إلى 2014 وقبل كده حتى في فترة التسعينات والله وعبر أجيال النادي الأهلي المباراة لما كان بيبقى فيها تعادل كان لعبة الأهلي قبل جمهور الأهلي كان بتبقى زعلانة وحزينة اللي الأهلي تعادل على مدار المسلم في مباراة أو اثنين أو تلاتة كان دايما أنك تاخل تلاتين مباراة أيام ما كان الدوري خمستاشر فرقة فبتلعب تلاتين أسبوع فبتبقى مثلا كسبان ستة وعشر سبعة وعشرين أسبوع ومتعادل مطشين تلاتة ما بالكو بقى دلوقتي أنت في أول عشر أسابيع بتبقى متعادل مبارتين في سنوات تسابقة بتنهي الجدل وانت متعادل ستة سبعة مطشاط خسران مطشين تلاتة ده مش الأهلي وده أكيد مش جمهور الأهلي عايزوا من الفرقة خلال الفترة جاية فأتمنى الفترة جاية يكون فيه دوافع أكتر ثقة أكتر من اللعيبة بأنفسهم ويقدروا يقدموا المرضود الفني اللي الجمهور دايما واخدوا عنهم في السنوات السابقة اشتركوا في القناة